أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة أكد أن جهود دعم اللغة العربية مستمرة من خلال لقاءات العلماء مع بعضهم البعض والدعم المتواصل للمراكز العاملة في ذات المجال لضمان استمرارها وتقدير جهود المتخصصين والباحثين بتكريمهم وتحفيزهم للبحث في خنوز اللغة العربية مع أهمية نشر أطروحاتهم وأبحاثهم جاء ذلك خلال تكريم سموه صباح اليوم في دارة الدكتور سلطان القاسمي الفائزين بالدورة السادسة من جائزة الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية اللقاء بالحضور مشيرا إلى أن جهود العلماء في المجامع اللغوية واجتماعهم في الشارقة يعد مكسبا كبيرا لخدمة اللغة العربية مقدما سموه الشكر والتقدير إلى العاملين في مختلف المجالات ذات الصلة باللغة العربية من أصحاب الجهود العلمية والبحثية البحثية